لا تراجع الانسيحة من احدى المحافظات الجنوبية للبلاد قدمت زهور لتشارك في احتجاج خرجي الجامعات العطلين عن العمل زهور التي قضت 12 عاما بعد تخرجها من الجامعة تبحث عن عمل تطالب اليوم بتطبيق قانون صدق عليه البرلمان منذ عام وينص على التوظيف الفوري لمن طالت بطالتهم اكثر من عشرة اعوامه الى متى هذه السياسة؟ الى متى؟ اذا كان مش باش تنفذ قانون 38 لانا باش نطلبوا اللجوء السياسي عندهم حلين يا احلون الحدود يا احلون البحر لانه نحن اليوم اصبحنا مشاريع مساجين قوات الشرطة منعت تنظيم مسيرة العاطلين عن العمل وحاولت تفريق المتظاهرين ولوح اتحاد اصحاب الشهادات الجميعية من العاطلين عن العمل بمواصلة الاحتجاج خلال الايام القادمة اليوم ما كانت مسيرة سلمية من المسرح حتى القصفة الهنا ليش نقول للرئيس الحكومة جديدة بحكم هي مطالبة بتفعيل القانون بحكم ثم ميزانية قاعدة يدارسوا فيها ونحن وين حقنا في الميزانية؟ الرسالة بتاعنا نخينا نحب الخدمة الناس تعبت 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 بتفعيل القانون 38 الرسالة واضحة قدمناها عننا عمين والاكثر نحن نجروا عليه ما فهم حتى شيء يبلغ عدد العاطلين عن العمل من خرجي الجامعات الذين تجاوزت مدة بثلاثة عشرة أعوام أكثر من سبعين ألف عاطل وينص القانون الذي صادق عليه البرلمان المجمد ولايته قبل عام على انتداب دفعة أولى تقدر بنحو ثلاثين ألف عاطل عن العمل لكنها أوضاع الاقتصاد وشروط المؤسسات الدولية المنحة حالت دون ذلك لا يمكن تطبيق هذا القانون غير قابل للتطبيق لعدة أسباب سبب منها الأول هو سبب مالي الدولة التونسية ليس لديها الآن موارد مالية لاتمكنها من تشغيل هذا الكم الهائل ممن طالت بطالتهم نتاقط الإدارة التونسية في حوالي حدود حوالي أربعمائة ألف موظف الآن نحن العدد يفوق سبعمائة ألف موظف وتواجه حكومة نجلاء بودن التي تعهدت بمساعدة الفئات الفقيرة والعاطلين عن العمل تحديات صعبة في ظل تصاعد الاحتجاجات المطلبية وصعوبة الاستجابة لمطالبها تصاعد احتجاجات العاطلين عن العمل من خرج الجامعات تحدي صعب يواجه حكومة نجلاء بودن في ظل ضائقة اقتصادية يقول خبران في الاقتصاد إنها تمنع الاستجابة لمطالب الغاضبين ولو إلى حين توفيق عايشة الحرة تونس